المطالبة بحقوق المعددين في الغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ومسائكم وسائل وقاتكم بوضوح أنا مع أو ضد تعدد بطقك برأي أي أحد وبرأي أنا بعد وإذا؟ هو شرع إيه؟ إيه؟ أنت تبي تزوج عليك بالفعل ما تبي تزوج كيف؟ تبي تقعد عزو بطل حياتك؟ وإذا؟ مو فارق معي ولا هبري ولا شيء إنما هذا الموضوع إذن هو ما هو حث على التعدد ولا حتى أي شيء هو بكل بساطة إعمال العقل ونحن نعمل العقل في إذاعة موخ أهلا وسهلا بكم في إذاعة موخ على تطبيق سبون واليوتيوب لا تسأل اشتراكه والإعجابة والتحليق الإيجابي والإيجابة لمجموعتنا في التليقرام ولا ندخل في صلب الموضوع نتفليكس ديزني وشركات كبرى ترفيهية وشركات غير ترفيهية حتى دوائية وشركات سيارات وشركات ملابس يرفعون عالم المثلية سلوك جنسي الرفع له عالم بس خلونا نتأمل هذا الموضوع بدون كل العوالق الثقافية التي غزتنا ووش وشت أذهاننا بدون هذا كله شنهي مسألة المثلية دول دول ترفع عالم سلوك جنسي في سفراتها مذيعة السينان بالإنجليزي تسأل رئيس كينيا سؤال واضح تقول له السخافة هذي LGTBQ شيري 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 وبلس آخر شي بعد تقول له أنت مع حقوقهم وقال هذا ليس من أولوياتنا وإحنا لنا خصوصياتنا كمجتمع أفريقي كيني وهذا موضوع لا يناسب مجتمعنا أنا رئيس دولة شعبي ترى ما هو مهتم اللي معارضني أو اللي معاي ترى والله ما هو مهتمين بس هالفة في أمور أهم وقفكيني على هالموضوع يا موضيئات السينان شنو شنو ردت عليه موضيئات السينان قالت له You will get yourself into trouble أوقح من هالشيء ما شفت وراها طول المقابلة ترى تخزه كأنها هي مدرسة وكأنه هو تلميذ وهو بكل حكمة وهدوء يرد عليها بهدوء بهدوء ولا ينفعل رغم أنها حركات استفزازية وتناظرة كأنها هي ومعبسة ومكشرة وجهها كأنها هي راح توبخ أنت مذيعة دولة أخرى ما لكم سيادة على كينيا تقولي الله لأنه ما قال حاضر مولاتي غصبا عن خشمنا راح نصير نفسكم لأنها قال بس بكل بساطة ودبلوماسية قال هذا ليس من أولوياتنا ليس من أهمياتنا حتى ما قال أن هذا موضوع ما يهمنا نهائيا قالها ودبلوماسية قال هذا ليس من أولوياتنا يعني هدى الموضوع تقول له شوفوا المقابلة بالسينة شوفوا بالانجليزية يعني شنو مذيعة دولة أخرى تكلم رئيس دولة ثانية وتقول له you will get yourself into trouble تعفيني شنو معناته you will get yourself into trouble راح تدخل نفسك في مشاكل ليه لأنه ما قال حاضر وغصبر عن خشمنا احنا نطيعكم ونصير مثلين غصب يعني استعلوا وبعدين سائر أنواع لانحرافات الجنسية حطوا لها أعلم ومسميات مبتكرة محورة من المسمى الأصلي وفي كلمة مذكورة في الحديث النبوي الشريف تصف من نحن الآن تأدبا نسميهم الشواط إنما اسمهم الحقيقي لو أقول أن منع من اليوتيوب ولكن هو الاسم الصحيح والمذكور بالحديث النبوي بأنهم ملعونين ويطردون من المنازل كان هذه لها السم أنت لما تخلي واحد ما هو مضبوط عند ميول ما هي طبيعية هذا شو تخليه ويا أصدقاء الأب أو مع أصدقاءه أو مع أبنى عموته مصيبة ترى أنانية الغرب تخلي المواطن فيهم ما تفرق معاه أن أخوه أو أخته فيهم انحرافات لأن يعيشون بأنانية فما يخافون على انحرافات جنسية تشرخ الكيان الأسري لأنه ما فيه كيان الأسري بس إحنا عندنا لو واحد انحرف ترى هذا فلان ابن فلان آل فلان للفلان انحرف مصيبة ليه مصيبة لأنه بالأساس له قدر وهذا أصح سيكولوجيا أنه يكون له قدر يكون له قيمة محسوب على جماعة محسوب على ناس فيه انتماء أسري فيه دفء أسري بس ما الواحد يكون ما لقيمة عند أهله فأكيد لو يعتبر نفسه أنه أي هوية عادي أكيد سيكون عادي لأنه من الأساس ما لقيمة فهذه أمراض غربية أكلنا أكلهم ومرضنا أمراضهم نفكر أفكارهم نمرض أمراضهم النفسية احنا أكلنا أكلهم مرضنا أمراضهم الجسدية نفكر أفكارهم نمرض أمراضهم النفسية هذا واقع فهم علوا واستكبروا فأنا بس فأقول شيعة بسيطة أنا كعربي مسلم أنا سأمت من حالنا إننا إحنا نتخذ وضعية الدفاع الثقافية هذه ليه ما نطالب بحقوق المحجبات والمدارس في كل الدول الأوروبية والغربية ونرغمهم ونجبرهم على هذا الشيء ليه ما إحنا نزاحمهم ليه ما إحنا نشغلهم في عقر دارهم ثقافيا ليش ما إحنا نقول أنتم ما عندكم قدسية للزواج ترتضون زواج المثلية وهذا محرم في دينكم وعندكم عادي إن واحد شاذي تزود شاذي ثاني أنتم عندكم إن هذا الشيء عادي طيب يومنا أنتم ما عندكم قيود دينية في دينكم أنتم مو مهتمين عجل ليه توقف السالفة على المعدد إذن نطالب بحقوق المعددين مو زاحمة لكم ومنسوي لهم علم وشعارات وصبغة من الألوان خاصة له نزاحمكم فيها ونزاحمكم فيها راح تتقبلون المعدد ولا بتسوون أفلام ومسلسلات كرتونية تطنزون وتستهينون بالمعدد ليه المعدد مهان عندكم والشاذ يرفع عليكم قضايا إذا أنتم جبتم سيرته واليهودي يقول لك أنتم معادي للسامية طيب إحنا العرب إحنا ساميين بعد معادينا لين قالوا بس أحد منه من الوطن العربي فتح فمه وقال إحنا ساميين بعد ترى أنتم معادي للسامية لأننا إحنا مشغولين بالدفاع ما نفكر في محاججتهم في مصادمتهم ثقافية بالحجة هم دائما يقولون أنتم معادي للسامية طيب إحنا العرب إحنا الإساميين وهم اللي قصفون يعني إحنا ما عندنا أي وعي في قلب الطابلة الآن أنت معا أو ضد التعدد ما راح يصير التعدد ولكن لو تفكر فيها ليه ما نكون إحنا في موقف إنه شيء من ثقافة إحنا نزحمهم فيه من زحمهم فيه ليه لا بتقول لي الحين في أفلامهم وسلسلاتهم تلقى واحد يصاحب مية بنت لما ييجي واحد يقول أنا بعدد في أني أحفظ حقوقه وصبعاته وعرضه وشرفه يكون هو الغلطان وهذاك اللي يلوث مية بنت يكون هو المقبول الاجتماعيا عندهم مقبول الاجتماعيا اللي يلوث مية بنت ويخربها ويجننها والأحداث كان لها أنه يعب عصابها ونفسيتها وإلا شبع منها يقول له أنا غير طايب يجي واحد يقول لا أنت لكي حقوق محفوظة بموجب الدين والدولة ومصانة تماما ولا أنت إنسان رخيص بتقول لي الحين هم عندهم تقبل اللي يكون نص شاد ونص سوي في إنه يفعل الفاحشة مع الرجال والنساء هذا يتقبلونه واللي يكون على حل مع أكثر من بنت يكون هو الغلطان ترى يتكلم كل واقعية يعني أنت وشي مثلا تقولون لا تعدد غلط لأنه ما هو رومانسي لأن معناته أنه ما يحب زوجها واحدة ماشي هم الحين عندهم عادي إن الواحد يخون زوجتها ستين ألف مرة ليه ولا لا تقبلي يا مثلا أعلس تقبلي زوجك مثلي لا لا تقريره هذه حقوق تراه مثلي لا 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 تقبليه تراه مثلي لا 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 خانه خانه لا عادي خلاص مثلي ليه لأن بعقلهم ما أعطينا حقوق مضافة عن باقي كل الناس كل الناس عندهم حقوق الإنسان هذين عندهم حقوق الإنسان وحقوق البثلية من أحق لهم هذا الحق من أعطاهم الحقوق الأكسترا هذي من فهو لا عادي ما يكون في نظر المجتمع أنه حيوان وخاين يقول لي أنا اكتشفت أن لدي اكتشفت ونتمتزوج خلاص ما تقدر هي اجتماعية ما تقدر تسميه خاين ما تقدر تسميه ملعون ما تقدر طيب وعيارك أنت سلبت ذكورة أبهم ما عاد صرت أب أو العكس تكون أم بدون أنوثة هذي وين ها وين الأمومة وين بس بتقول لي الحين واحد عدد يكون هو البعبع يكون هو السيء أنا أتكلم بعقلانية ترى أعيد وأكرر أنا مو قاعد أحث على التعدد بس تخيل لو إحنا نصادمهم في مجتمعهم ونكون إحنا معنا أعلام ونشجع في المتخبات عندهم مثلا ريال مدريد ولا أي شيء وعندنا علامة مخصصة للمعددين وأساور مخصصة للمعددين وتيشيرتات وقبعات يلا عليها علم مصمم فقط للمعددين إن إحنا نطالب يا الغرب بما أنكم مجتمع لا ديني وتقبلون أنواع من الزواجة المختلفة خلاص من ضمنها اشملوا إنه يكون واحد معدد ليه المسلم ما يقدر يعدد في بلدكم ليه تركيا فيها تعدد أنا أسألكم حين السؤال واضح هل تركيا فيها تعدد أي هل تركيا فيها تعدد دولة تركيا المسلمة والتي تكون بنظام علماني هل يوجد فيها التعدد في دولة تركيا تدرون أن التعدد ما هو مسموع في كل الدول التي أغربياتها مسلمين وتدرون أن في مسلمين فيها أنت بتشوفوا المسلسلات تشوفوا المسلسلات التركية بتقول لي الحيد التعدد ما هو حل واحدة راضية وزوجها يعني ما هو وياها دائما يتعدد شارع هذا شارع الله وعده مثلا تدخلون وتقولون لا هو لازم يحبك لازم يبقى تقول أنا ما أحب ما أبي عمري خمسين ما أبي ولا أبي أطلق وأبحث ما أبي في ستين داهية بدل ما يكون خاين يذلسل في ستين داهية ويأخذ لها ثلاثة غير في حالات هالشكل الحين الحالة اللي تكون هالشكل تحرمونها تحرمونها إنها تحسو أمورها مع زوجها زوجها مذلا يعني يبيعيان وهذا وارع لا غصبا عن خشمة يخليها المطلقة وراها يتزوج بدلها بدل ما يتزوج معها واحدة ثانية تكون معها لا لازم يبدلها وين حقوق المعددين يا أخي مو دولة أنتم مسلمة مو عندكم ديمقراطية يخلاص ما يسير لأننا إحنا العرب مشغولين لازم إحنا ندافع أفكار الغرب ليه ما إحنا نصدر أفكار بكل أدب وكل احترام وكل حجة قوية حجة بسيطة قوية أحي مو أسلمت العالم لا 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 yo مو أسلمت ولا شيء كلام واضح وبسيط مسلم ويبي يعدل وإنتم دولة ممكن أننا تشرع هذا الشيء احنا نحاول أنكم تشرعون هذا الشيء بس ونكون نقدم رأينا باستمرار مو أنتم تجننوننا يا الغرب باستمرار المثلية 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 احنا نحيب نجننكم بالعنادة التعدد 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 ورح نناقشكم كل شويه بنناقشكم وكل رئيس يجيكم يجين منكم انتم فرنسي بريطاني أول ملفنا في تحال ما هي حقوق المعددين في بلدكم رح يقول لكم شاكوا أنتم في حياتنا الزوجية أنتم اشتخلكوا في ثقافتنا طيب لحظة شوي لما الحين قضر أقمتوا الدنيا ولا أقعدتوها على مسألة حقوق المثلين والأعلام أنتم اللي شاكوا فينا وشاكوا في أفريقيا وفي آسيا كلها المسلم والغير مسلم أنتم اللي اشتخلكم ولا الأساس تخيل لو مقابل كل محاولة لإجبارنا على حقوق المثلين المزعومة اللي ما أحق لها حقا احنا نطالب المقابل بحقوق المعددين اللي أحقها الله يا أخي أشغلهم أشغلهم في نفسهم اعملوا مسلسلات ناطقة الإنجليزية تمدح المعدد تحث على التعدد لهم لهم مولنا لا تخافون مولنا لهم 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 زحموهم هم منتج لهم هم موجه إليه خلاص باللغة الهولندية عشان ما حد يدي علينا خير شارع بس زحموهم زحموهم أنا هذا اللي أبي هذا اللي أتمنى مزاحمة الغرب شيء هم ما يقبلونه احنا بنأذيهم ندري إن هذا ما يقبلهم بل خليها ورقة لغة عليهم يعني الحي في المحافل الدولية يتطنزون على الدول الإسلامية ويصفونها بينها المتخلفة لأنها لم تدعن للانحرافات الجسية يعني الحيلة بسبب سألكم أعطوني مسلسل أو فيلم حديث البطل ما كان يحب أكثر من وحده ومو كان محتار من أكثر من وحده وهل في أفلام أن واحد اكتشف أو واحدة اكتشفت بأنها بنا لديهم ميول شاذة وبعدها هدموا كل كيانهم الأسري هدموا كله سواه في الأرض يامن لأن توجههم غلط ومنهجهم غلط إحنا توجهنا صح ومنهجنا صح ولكن لأننا مبهورين بالغرب بالتطورة التكنولوجي إن عمينا عن تخلفة بالاجتماعي إحنا المطورين اجتماعيا وإحنا المتخلفين تكنولوجيا فمدام أننا إحنا عندنا نقطة قوة لا نخسر والسلام عليكم شكرا